أهلا بكم لبنان في فلك عطلة عيد الأطحى واللبنانيون أضاحي وضحايا سيف الأزمات متعددة الأوجه من السياسة إلى الاقتصاد والمعيشة في السياسة يظل العنوان الحكومي متربعا على عرش الأولويات وبعد ثلاثة أيام على أعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن عدم التأليف يسود جمود في العلن لكن لا تهدأ الدعوات إلى الإسراع بإنجاز الخطوات الدستورية المطلوبة لتشكيل الحكومة وتجنب اهدار المزيد من الوقت آخر هذه الدعوات أطلقها البطياركو الماروني بشار الراعي الذي حث القوى السياسية على أن تتكاتف بحكم المسئولية الوطنية وتسمي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنية تكون على مستوى التحديات وتتعاون للإسراع في التأليف فالتأليف ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر ليس فقط لأنه استحقاق دستوري رئيسي بل لأن الحكومة مطلوبة في هذه الظروف بالتحديد من أجل تدارك الانهيار الخطر نهيك عن ذلك فإن التأليف ليس مطلبا داخليا فقط إذ يكفي الالتفات إلى مسارعة العديد من الدول والجهات العربية والدولية للتشجيع على إنجاز هذا الاستحقاق الذي تربط تقديم المساعدات للبنان بإتمامه أما خارج أزمة التكليف والتأليف فيبدو الأمن الاجتماعي في أسوأ حالته وشديده الأزمة الدوائية بعد رفع الأسعار وفق خطة وزارة الصحة الخطة لم تنجو من الانتقادات التي انهالت عليها من كل حدب وصوب ذلك أن جنون أسعار الأدوية لا يتحمله اللبنانيون الذين بات 77% من أسرهم يعجزون عن شراء الطعام وفق ما جاء في تقرير لليونسف وعلى صعيد صحي آخر لا يبدو الوضع مطمئنا من ناحية أرقام الإصابات بكورونا وسلالاتها المتحورة الأمر الذي يستدعي المزيد من الانتباه سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي ترجمة نانسي قنقر